طيب يا أخوان بس قبل ما أنتقل على موضوع الاشتقاق أستاذ أنت ورجيتنا حالات عدم الاتصال طيب أستاذ إذا كان اقترام متصل بالرسم كيف شكله طلع محلة صحيح فيش فيه ولا علة فيش فيه طلع بتطلع عليه طبعا ساهم هذا أنه مكمل للمالة نهاية والساهم هذا رايح لسالب مالة نهاية بس طلع لي عليه طلع شو بتلاحظ خطوط أو هو منحنى أملس متصل لا يوجد به فقوب لا يوجد به فجوات لا يوجد به القطاعات لا يوجد به خطوط تخارض أيه يمسكر مسكر متماسك كامل هذا الاختران يا أخوان عند أي قيمة أيه متصل لجميع قيم X X تنتمي إلى R أعداد الحقيقية أيه تعال يعني لو إجيت أستاذه هون أيه متصل الصورة بتساوي النهاء من اليمين من الياس لو جيت هون أستاذ متصل صورة تساوي اليمين نهاية نهاية سار هون هون متصل الصورة والنهاية كله كله ما فيش في مشاكل خلاص أستاذ إعياري ما شفت هذه الشغلات اللي حكيت عنها قبل شوية الفجوة واما خلاص أموري طيبة آه حلو 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 معناته اتصال شطبنا عليه شطبنا إيش عليه هلأ بدي إيش بدي أشوف إشي اسمه الاشتقاق طب الساب ماشي انت حكت لنا عن الاتصال كيف دك تحكي لنا عن العلاقة بينهم إذا ما عرفنا عن الاشتقاق مية بالمية احنا منعرف نشتق آه بس عليك نحكي شوية دردشة شوية مصطلحات شوية أمور علمية الكاميرا شغلها محمد لأنه عادة بنسى آه شغالها يا أخوان ما هي المشتقة ريحك لما تفتح على الكتاب على أول درس أول صفحة تلاقي الكتاب رسم لك رسمي زي هيك حلو إكس إكس وي وي تمام وخلنا نفترض أنه رسم لك منحنة هيك حلو هذا منحنة عشوائي هذا إف الإكس تمام وراسم لك بتلاقيه الكتاب كمان خط زي هيك حلو خط مستقيم علش هيك تمام هذا الخط بمس الإقتران من برة من برة عند لقطة واحدة إحداثياتها اللي تكون مثلا إكس ون و إف إكس ون صورتها يعني أو إي وإف في الإيه عرف الكتابه طبعا هذا التعريف العالمي يعني أن المشتقة أنا أبدأ أعطيك الخلاصة بعدين أبلش فيها يعني أعطيك الخلاصة اللي بنا نوصل لها الكلام المهمني وبعدين أبلش فيه كيف إيجا هلأ بنشوف وقل لك المشتقة حسب علم الرياضيات تساوي هندسيا ميل المماس حلو شو يعني ميل المماس أستاذ بتعرفوا أنه هذا خط إيش ماله مستقيم والخط المستقيم له ميل بتعرفوا وإله معادة معادة الخط المستقيم أخذناها بالتأسيس وكلكم بتعرفوه أصلا هذا المستقيم إله ميل وقل لك ميله بتقدر توجده بثلاث طرق ومتذكرين بالتأسيس حكتلكوا إياها إيش هي؟ أستاذ الطريقة الأولى الشائعة لإيجاد الميل هاي طرق إيجاد الميل طريقة العقل المعروفة وأخذناها بصفوف سابقة من طرق إيجاد الميل واحد إنك تقول لي أن الميل يساوي أستاذ فرق الصادات أو دلتا واي على فرق السينات أو دلتا اكس كنت يعني عادة أستاذ أجيب نقطتين هاي نقطة وكمان نقطة على المنحلة على الخط وأشوف إحداثي واي لهم واي 2 ناقص واي وعد على إكس 2 ناقص إكس وعد صحيح يعني الطرق الجديدة اللي لازم أنت بالتوجيه تتعلمها وحنستخدمها طريقة ثانية اللي حكيتها قبل شوي أن المشتقة شو ما لها بتساوي ميل المماز بس هل أبدأ ميل مين أنو مماز هذا المماز شايفوا هذا المماز احنا هلأ بدنا نخصص شايف هذا المماز هاي يقعد بلمس الاقترانة في نقطة اسمها إكس ون فالميل الميل يساوي المشتقة بس وين عند نقطة التماس وهذا الكلام كله رح أعيده بالتفسير الهندسي تفسير الهندس كله ميل مماز ومشتقة عند نقطة التماس ومعادلة المماز ومعادلة العمود كله حينات كله كله بس هلأ حلو إنك تعرف وتفهم عشان بالتفسير الهندسي خلص تكون الأمور شوربة المشتقة عنده نقطة التماس بساوي إيش ميل المماز ميل مين المماز طيب شو المشتقة عنده نقطة التماس أشثر هذا الاختران إذا علم الإختران هذا بشتقه وبعوض فيه نقطة التماس طيب مين إنت إليك ساعة بتحكي نقطة التماس أيوة هاي نقطة التماس هي النقطة اللي الاقتران والمماز بمسوا بعض عندها بحفوا بعض عندها مماز من كلمة يمس يعني يحف يلمسه في نقطة واحدة ليه يا أخوان لما نحكي ضربة تماس لما نحكي ضربة تماس لأنه يعني أنا بصراحة ببدي أربطها بالرياضيات أنت بتوقف على نقطة واحدة ترمي إيش الكرة تمام فيش اسمه خط التماس إذا بتتعدى بالملعب أو بتلمسه بتتعدى خلص بتلمسه تلمسه تلمت علي يا سيدة بلاش أستاذ تربطناش بالكرة حاضر يا سيدة خلينا بالرياضيات أستاذ شايف هاي النقطة اللي بمس عندها المستقيم الاقتران هاي اسمها يا أخوان إيش نقطة التماس خلص صيبخ من موضوع الكرة إذن المشتقة عنده نقطة التماس يعني أستاذ هذا الاختران إذا باشتقه وبعوض فيه إحداثي نقطة التماس قدية إكس واحد بيعطيني المين مية بالمية هلا حنترجم كيف ثلاث وهي الطريقة الثالثة وبتفيدنا كثير وقل لك شايف هذا المستقيم هذا المستقيم طلع هون بصنع زاوية هاي الزاوية سمها ذيتا بقول لك هاي الزاوية هي الزاوية التي يصنعها المماس هذا مع محور إكس الموجب إذن ثلاثة دقيقة هذا المماس بصنع زاويتين طلع بصنع هون مع محور إكس سرب بصنع مع محور إكس الموجب أنا بدي محور إكس الموجب بقول لك إذا علمت هاي الزاوية فإن ظل هاي الزاوية ظل هاي الزاوية يساوي الميل يعني بس الساد اخذ ظل هاي الزاوية بطلع معي ميل مماس اه بشرط انها تكون مصنوعة بين المماس ومحور اكس الموجب جهة اليمين لانه ممكن اعطيك يا جهة اليسار ما بتفيه دهك تخذ لتانا غلط دهك تاخذ المكملة تقول مئة وثمانين مع ذول الزوايطين مجموع مئة وثمانين هاي معاك بتجيب منها هاي تمام يعني هذا تريك بسيط هلا سيبنا من التريكات فهمتوا علي افهمنا عليك اذا هاي هي طرق ايجاد الميل احنا اليوم بدنا نترجم ونفسل ليش المشتقة هي الميل ما اظن ناس كثير بتترجمها وبتحكي عنها والكتاب طبعا مش حكي طبعا خلص كلام الكتاب خلص انه رسم لغات بقول لك المشتقة هي ايش هي الميل المماس وانتهى لكن انا الشي بدي اخوض في الموضوع حتى طالب يقول تلكو يتميز ويفهم يا اخوان طبعا من هون من هون قبل ما عبلش في ايش اسمه التعريف العامل المشتقة يعني من هون كانت الانطلاقة خاصة تعريف العامل المشتقة يعني المشتقة هاي شايفها مش قلنا المشتقة F'X بتساوي ميل المماس ميل المماس اه بقول لك في قانون اسمه قانون التعريف العامل المشتقة بقدر ايضا اوجد المشتقة من خلال يعني مش بس بقدر اوجد الميل اوجد عفوا المشتقة عن خلال الميل لا بقدر اوجدها باستخدام اه القانون التعريف العام وبما ان المشتقة تساوي ميل المماس والمشتقة تساوي ايضا القانون اللي بدي اكتبه فان الميل ايضا بساوي هذا القانون فالمشتقة اللي هي نفس الميل بقدر اكتبها بدلالة قانون التعريف العام او اوصفها كيف بقول لك limit X تقترب عفوا ما هو فيه شكلين احنا بدنا ناخد شكل وزيادة H تقترب من صفر F X زائد H ناقص F X على H هذا يا حبايبي هذا اسمه التعريف العام للمشتقة وشوفوا شو بدي احكي بصراحة الكتاب بمنهاج القديم يعني بنسخة 2005 مش المنهاج القديم نسخة 2005 يا اخوان الكتاب ترى حاكي عن التعريف العام للمشتقة وحل عليه كم مثال يعني شغال عليه باقي الكتاب لكن لحسن حظك وفيه شغلة سيئة بنفس الوقت انه لغى كله هذا لغى لغى كله التعريف العام المشتقة جره كله لغى لكن اتفاجأت انه بالدرس الثاني مشتقة الضرب والقسمة مثبت مشتقة الضرب والقسمة باشي بقانون التعريف العام طب صفنت طب يعني انا كيف بدي ادخل عالطالب داركت بقانون التعريف العام يعني ادخل داركت اثبت له الضرب والقسمة بقانون التعريف العام اذا هو مش سامع عنه او اذا هو على الاقل يعني هيك يعني ما مرمت لكش كم كلمة عنه فهمتوا علي فانا الان ما بدي اخوف فيه كثير فسايني حكيت لك هذا قانون التعريف العام هلأ بدي أثبت صحة هذا الكلام ليه المشتقة بتعطيني بتساوي هذا الكلام ليه بتعطيني مين المماز هلأ بدي أقنعك فيه وذكرت قانون التعريف العام هيك أمورك بتكون بالسليم هيك أنت خلص أخذ نبذي عن قانون التعريف العام ليش بساوي المشتقة ليش الميل بساوي المشتقة هذا كل عسي اللي بتدور ممكن في بال بعض الطلاب عندكم وفيه طلاب بيقول لك أعطينيها جاهز وحر ما بده يكون متميز بس فيه طلاب جد بده يتميز بده تعرف كل إشي واضح حقك في الكلام دي حكيه هلا شمذكور في الكتاب كلام اجتهاد من عندي حتى طالبي يفهم ويتميز زي ما عمنا بالاتصال تمام بتقولي تمام بدنا نبلش باللي كتبته فوق قانون التعريف العام بعيد ليش حكيته لأ مع إنه ملغي ما عليه أمثلة لأنه في الدرس الثاني مثبت مشتقة الضرب القسمة باستخدام التعريف العام وكيف الطالب يدخل على الإثبات دارك تبدو ما يعرف شو التعريف العام أنا تظلي اللي ها يا أستاذ بدنا هلا نبلش فيها أول شيء يا أخوان قبل ما أبلش فيه بديك تعرف شغلتين في الرياضيات وحكيتهم في أول حصة في قواعد الاشتقاق حكيت لكم إنه في أشياء ومن هون طلع 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 قصة الاشتقاق أو دي على دي من وين؟ من قصة يا أخوان معدل التغير من قصة معدل التغير اللحظة ها يا أخوان هنا في أدن الاشتقاق لحظة للحظة من الزمن قليلة جداً لو أهلة من الزمن تب تعرف إحنا لما ندرس شغلات حتى مرات لما يدرسوا مثلاً نتجو مجو القصص هاي أو يعملوا دراسة على قرية أو على إشه أو يعملوا إحصائية أو دراسة بدرسوا عادةً الأسهل إش اسمه متوسط التغير يعني مثلاً متوسط تغير المناخ متوسط تغير السكان متوسط التغير ليه؟ لأنه أنا منطقياً وعملياً ما بقدر أجي أقعد أدرس والله متوسط تغير الطقس في كل ثاني في كل نصف ثاني في كل ربع ثاني مو منطق يا زناني مو منطق لا إحنا بندرسوا على فترات طويلة بدرسوا على مدار أسبوع بدرسوا على مدار شهرين بدرسوا على مدار سنة هيك ما بزبط أجي أدرس مثلاً معدل النمو السكاني أو معدل تفاهمين علي في كل ربع ثاني شو بصير؟ مش عملي بس في برامج بتحسب وفي أنا بقول كبشري كإنسان ما هو هذا مذكور وهذا مذكور ما هو لولما بدوا بهذا ما كان جابوا هذا لو لما هذا تطور وصار بده هذا كان ما صار فهمتوا علي فبدوا متوسط التغير يدرسوا على فترات طويلة الملاخة فترات ما مقدر أنا أدرس كل ربع ثاني شوه إذا ما أنا مكينة فمتوسط التغير هو القيمة الأفريج أفريج ريت أوف تشينج هذا الكلام عشان تطلع متميز ما بهمك كبه خذ المسلم اللي فوق بس أنا هذا عشان تفهم والله عشانك أنا أبتعب حالي لي عشانك أفريج ريت أوف تشينج لغة العلم أفريج ريت أوف تشينج طب هاد هذا لحظي لحظي إنستانتينيس إنستانتينيوس إنستانتينيوس ريت أوف تشينج ولو بدي أطبق ولو بدي أفرز مش أطبق لو بدي أفرز طرق إيجاد الميل بقول لك واحدة رح تيجي إن متوسط التغير واحدة رح تيجي إن معدل التغير تعرف أنية شايف هاي هاي أعطيني لون جديد إيش لون ما كتبنا فيه هاي أبيض شايف هاي أول وحدة هاي الأفريج ميل بساوي دلتا واي على دلتا إكس وهاي الميل يساوي المشتقة عنده نقطة التماث أو المشتقة خلينا نركز على المشتقة خلينا نركز على المشتقة إنه ككلمة مشتقة آه يعني قصدك إنه الميل بقدر أحسبه بطريقة الأفريج المتوسط بقدر أحسبه بطريقة الإنستانتينيس نعم حسب شو السؤال شو ظروفه لو كان عندي نقطتين صار عندي فترة يعني مثلا هنا اثنين وواحد مثلا هنا اربعة وعشرة صار عندي فترة صار عندي فترة من اثنين لأربعة فترة فأبدرس متوسط التغير فأضوج الميل عن طريق قانون متوسط التغير دلتا واي شو أصلا متوسط التغير هو واي اثنين ناقص واي واحد يعني اف اكس اثنين ناقص اف اكس واحد على اكس اثنين ناقص اكس واحد احنا كيف نحسب على مات طلاب صف الافريج وانده قعد فهمتوا علي هو لا باشتق الاقتران فهمنا والله عم فهمنا وبدينا نربط ونميز ونفهم كل شغلة مكانها وين شيعني هيك ليش هيك كيف هيك مية بالمية اذا نفهم لي شيعني متوسط التغير اللي هو الافريج شيعني المعدل التغير اللحظي الانستانتينيس شو علاقة هذا الكلام بهذا الكلام خلينا نجي معلش يا جماعة شربنا شوية مي زي ما قلتلكم حبايبي هذا من باب التفقيف إلك والفهم لكن والله لما تفهموا لا تحب الإشي بزيادة وحبتلكم يا زمان بأول حصة وبرجع عيدها لا تعامل المادة على إنها إشي بدك تغضو وخلص فترة لا أنت طالب علمي بدك تدخل طبعا للصناعي كمان يعني هاي التخصصات كلها يا إخوان الرياضيات ملازمة حتكون خصوص بدك تدله استخصص يعني زي طب هندسة تصميم كله هذا والله بدخل فيه كله بدخل فيه تمام تمام نبلش بهذول نبلش بهذول لو إجيت الآن بدي أثبت لك هذا بدي أثبت لك هذا تعال فرجيك استاذ لو إجيت أنا رسمت لك هالرسم البسيطة هاي هاي X هاي Y منحنة هاي حلو وإجيت رسمت لك خط زي هيك حلو قلت لك هاي النقطة سميليا P مثلا هاي النقطة سميليك يا Q حلو تعال هاي النقطة حداذياتها مثلا X وهاي مثلا X زائد H فيه ناش لا بيقول لك يا عمي سميليها X1 X2 A B البدك يا لكن بدنا نمشي حسب حسب مادتنا يعني سمينا هاي X وXZ شو يعني يعني هاي X وهاي قيمة X بس بتزيد عليها بمقدار H المهم قيمة أكبر منها تمام يعني الفرق بين XZH وX هو H بس إنه أنا هاي قيمة زيت عليها H المهم قيمة أكبر منها بمقدار H تمام معناته هاي إذا هاي X هاي صورتها بتكون مين هاي F X يا أستاذ صورتها صح وإذا هاي XZH معناته هاي مين أستاذ هاي صورتها مية بالمية إذن هاي F X زائد H تمام شو قالوا قالوا اسمع بدي أحسب الميل تمام وإحنا قلنا شو الميل الميل العادي دلتا Y عدلتا X هاي دلتا Y عدلتا X تساوي شو قلنا قلنا الأفريج صحوا لا لا أفريج ريت أوف تشينج الميل بساوي متوسط التغير وهذا منطق جدا لأنه انت جاعد عم تشتغل على فترة هاي من هون لهون فترة فترة طويلة هايها في مجال إنك تشتغل آه بس لو كانت لحظة مصبتش طب هذا الخط شو اسمه قبل ما أنت تبلش هذا يا إخوان الخط اسمه قاطع أو سيكنت طبعا يا إخوان كلمة سيكنت أصلها كلمة لاتينية سيكير معناها تكت ليه عشانك سموه قاطع قاطع سمي بهذا الاسم لأنه يقطع المنحنة بنقطتين بقطع المنحنة بنقطتين فسموه سيكنت قاطع ومن كلمة يونانية اسمها سيكير أو إغريقية أو لاتينية والله ما أنا منذكر تكت يقطع آه بقولك ميل القاطع هذا بساوي الأفرج بساوي متوسط التغير بساوي دالتواعي دالتك صح طبعا كيفت هذا خط مستقيم اسمه قاطع كيه إيش ميله بتقوله الساب هاي نقطة هاي نقطة بحسب دالتواعي دالتك صح بحيد دالتواعي دالتك هاي متوسط التغير هاي الأفرج آه معناته الساب هاي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 ويساوي الساب Y2 اللي هي الصورة ما هي YY هي الصور يعني ال-F ف-Y2 و-X2 هاي X2 ليه X زائد H معناته صورتها يعني F X زائد H ناقص Y1 صورة X F X على X زائد H ناقص X 100% 100% عوضت طيب الساب ناقص X مع X هاي بتروح شو بيظل يظل الساب F X زائد H ناقص F X على H ايه ساب بش ها يعني طلع ساب في بوادر خير شو ساب طلع هاي F X زائد H هاي X هاي H هاي والله ساب في بوادر خير 100% في بوادر خير 100% في بوادر خير طيب خليني هلا أبلش بالمين أبلشت بالمين بديها بديها أكمل تمام طلع علي هاي المنحنة نفسه هاي المنحنة هاذا نفسه هاي تشيلته حطيته هون تمام وهي القاطع قلنا هون كانت Q هذا C هذا P تمام يجا طالب قال أو شيل P من هون هاي حطه هون يجا طالب شو قال قال الساب بدي أرسم القاطع هيك شو عملت قال الساب بس بدي أخلي Q تطلع لفوق تقرب أكثر من مين من P لأنه هيك طلع هيك أنا بدي أمشي فبدي أقرب Q من مين من P قلنا له ماشي هاي Q إجا طالب ثاني قال لا أستاذ بدي أرسمه هيك آه شو عم تعمل يا طالب لا قال والله أستاذ بدي أقرب Q أكثر بدي أصير هون حلو شو عم تعمل يا ناس بقول لك عم نقرب Q عم نرسم الخط يقرب إجا طالب فجرها شو قال قال اسمع أنا بدي أرسمه هيك هيك بس شو قال قال الساب بدي أخلي Q تمشي 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 تقريبا تلزق في ال P بس أستاذ شو هاذ أستاذ قلب مماس ليه أستاذ طلع المماس مس المنحنة أيوه في نقطة واحدة صارتهاي شو صارتهاي نقطة التماس آآ دقيقة بلا يعني في علاقة بينهم آآ في علاقة بين هاي والإشي اللي بدي أكتبه جاعدة Q إيش مالها بتجرب 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 والسي كانت إيش عم بيجرب بيجرب لحد ما القاطع هاذ يجلب في لحظة معينة مماس نقطة 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 يعني نقطتين عفوا نقطتين نقطتين النقطتين بس المسافة بين النقطتين عم تصغر طب شو المسافة بين النقطتين شو كانت بالأصل كانت إتش مش حكينا هاي المسافة بين هون لهون إتش فأنا عم بلعب بـ H قاعد طلع عم بقلل المسافة بين النقطتين عم بقلل المسافة يعني هاي هاي H الأولى بعدين يجي تخليت H هالقد يجي تخليت H هالقد بعدين طلع يجي تخليت H هالقد لحد ما خليت طلع لحد ما خليت النقطة Q تصير تقريبا عند بي يعني لحد ما خليت H اشمالها تقترب من الصفر بس دقيقة دقيقة اول شي انت قلت لنا هذا صار اسمه ايش صار اسمه تانجينت صار اسمه مماس وتانجينت برضو من كلمة لاتينية تانجير معناها تتش يلمس اه لمسه اهه حلو حلو معناته انت كل ما تقلل H كل ما السيكنت هاضع عم بيقلب لإيش لتانجينت لما ماس فهاي الفكرة لو ظليت اقلل بH اقلل بH اقلل بH لحد ما H تقترب من الصفر بتصير تقريبا النقطة Q تقريبا نفس هالنقطة B اه فبيصير السيكنت تقريبا ايش ماله قاعد عم بيقلب لتانجينت اه طب استاذ كيف بدي عبر طب استاذ اذا H بدها تروح للصفر طب ما اتش في المقام ما بزبطش اخليها بتساوي صفر بقولك نعم لذلك هي عملية اقتراب عشانك حطيت تقترب هي ما بتصير صفر بالضبط هي تقترب وبالتالي مضطر ادخل بما انه عملية اقتراب ادخل المت المت تقترب من صفر لهذا الكلام خلاص ختمنا يا استاذ ختمنا الجيم ختمنا الجيم ختمنا الجيم يعني استاذ اذا اتش اقتربت من الصفر وخذت الليمة عشانها عملية اقتراب عشان ما بصير تكون تحت صفر بالضبط بيقلب الموضوع كله بيبطل سيكنت بيصير تام بيصير ميل مماس وهي القانون والمشتقة تساوي الميل او الميل بيصاوي المشتقة عند نقطة التماسع قانون المشتقة اذا لزقناهم ببعض يعطيك الف عافية اذا الكلام اللي بدي احكيه يا اخوان انه في لحظة معينة او خلاصة الكلام خلاصة الكلام ارجع اذا بدي اقلب من افرج اذا بدي اقلب من افرج ها بدي اروح من افرج لانستانتينيس او دراسة بدي تقلب من متوسط تغير لمعدل تغير لحظي باخذ النهاية وعلى موضوعنا احنا على رموزنا اتش تقترب ايش من صفر الله يخلف عليك هذا الفرق بينهم اه يعني استاذ اتش تقترب ايش من صفر غلفها يعني استاذ متوسط تغير لحاله اللي هي اف اكس ناقص اتش هاي بس اذا خذت لها الليمت بتصير انستانتينة بتصير لحظة نعم واللحظة ومين هو الميل هو المشتقة والمشتقة مين ها اثبتناهم كلهم ربطناهم ببعض هاي انا اثبتت رياضيا طلع معاي هذا القانون طب انا لمين بدرس وقاعد للخط اللي كان سيكا تقلب مماس عند النقطة هاي يا السلام اعلق واصفق لعلم الرياضيات وقسم بالله علم علم اذا يا اخوان عمقنا بعرف حكينا كثير بعرف لكن كله لفايتك الخلاصة هي ان المشتقة تساوي مين المماس والخلاصة هو ان المشتقة تساوي مين وتساوي الليمت اتش تخترب من صفر اف اك زاد اتش ناقص اف اكس على اتش هذا هو قانون التعريف العام للمشتقة ليه يا استاذ حكيت لنا يوم هو ملغي لانه طالبين بالدرس الثاني نثبت الضرب والقسمة المشتقات باستخدام التعريف العام وبالتالي هو يعتبر مش ملغي فانت لازم تفهمه بل بدي حللك عليه مثال واحد فقط للفهم بس لآلية التطبيق يعني هو ما في عليه أمثل بكتاب بس آلية التطبيق طب دي أعرف بتاع لو يجي تقلت لك مثلا اف ال اكس بتساوي مثلا ثلاثة اكس تربيع زائد اثنين اكس او زائد اخو زائد اثنين اكس قلت لك بدي توجد لي مثلا اف برايم حسب قواعد الاشتقاخ بتقول لي بسيطة حسب قواعد الاشتقاخ الحصة الماضية بنزل اثنين بضربها بثلاث بتصير ستة بطرح منها واحد ستة اكس زائد اثنين في اكس خلص معامل اكس اثنين طب لو طلت منك تحوضني مثلا اف برايم الواحد تقول لي بسيطة يا ستة محل اكس بحط واحد زائد اثنين فبطلع الجواب كم ثمانية طيب هذا الكلام في عالم قواعد الاشتقاق لو بدي أثبت هذا الكلام باستخدام التعريف العام للمشتقا وانا عارف انه ما في عليه امثلة لكن اخذت القانون طبق عليه مثال بسيط واحد ها بس بس للعلم للعلم تمام اوكي حسب التعريف العام باجي بقول اف برايم ال اكس بتساوي اتش تقترب من صفر اف اكس زائد اتش ناقص اف ال اكس على اتش عرفتوا ليه اتش في المقام لانها اكس زائد اتش ناقص اكس فراعة ال اكس مع ال اكس وعرفتوا ليه تخترب من صفر لانه قاعدين عم بنقرب السيكنت لحد ما صار بدي يقلب تان لحد ما قالب تانجنت لحد ما قالب مماس القاطع اذا نحرفنا نميز بين ميل القاطع ميل القاطع هو متوسط التغير ميل المماس والمشتقة عيد ميل القاطع تبع السيكنت هو متوسط التغير بس اذا ادخلنا الليمت كأنني عم بحكي عن ميل المماس يساوي المشتقة و يساوي الليمت لمتوسط التغير كلام كبير والله طونت وانا بشرح والله عشانكم تمام هاي النتيجة يلا شو بدي اعمل ولا ايش استر مش fx زائد h عندي fx هنا بدل x بدي اشيل x واحط محلها x زائد h وهنا بدي اشيل x واحط x يعني بيظلها زي ما هي فباجي بقول f فبراي x تسار limit h تخترب من الصفر يلا حساب بدي اشيل x وحط محلها x زائد h فبتصير ثلاثة محل ال x تربيع بدي احط x زائد h لكل تربيع زائد اثنين محل ال x بدي احط x زائد h تمام ناقص هلا fx خلص ايه جاهز ثلاثة x تربيع ناقص لانو الناقص بدخل عليهم كلهم اثنين اكس هذا كله تقسيم h صاح بتقول لي صاح تمام يلا f prime of x تساوي بيعثبت لك انو هذا هذا رح يعطيك هذا جوابت هاي يلا شو بدي اعمل تفك التربيع هون فبتصير limit h تقترب من الصفة ثلاثة x تربيع زائد اثنين بالاول بالثاني زائد مربع الثاني h تربيع تمام زائد دخل اثنين علي x زائد h وصل اثنين اكس زائد اثنين اتش ناقص ثلاثة اكس تربيع ناقص اثنين اكس هذا كله على اتش تمام طيب f براي لسه تساوي limit زبط شكلها ثلاثة باكس تربيع دخل الثلاثة ثلاثة اكس تربيع زائد ثلاثة باثنين ستة اكس باتش زائد ثلاثة اتش تربيع زائد اثنين اكس زائد اثنين اتش ناقص ثلاثة اكس تربيع ناقص اثنين اكس شايفين اه والله لو ما بتعرف تطبق عليه ما هتعرف تفهم اثبات الضرب والقسمة تمام تمام هلا شطب ثلاثة اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس تربيع بتروح اثنين اكس ناقص اثنين اكس ايش بتروح شو بيظل عندك بيظل الساب f براي of اكس بتساوي limit اتش تقترب من الصفر ستة اكس اتش زائد ثلاثة اتش تربيع زائد اثنين اتش ستة هنا عم بنقولهم كلها تقسيم اتش طيب بقدر اختصر اتش مع اتش اه وزع الاتش فبتصير الف براي of اكس بتساوي limit اتش تخترب من الصفر وزع الاتش هاي هون وهون وهون فستة اكس اتش على اتش بيظل ستة اكس زائد ثلاثة اتش تربيع على اتش ثلاثة اتش زائد اثنين اتش على اتش بيظل اثنين عوض هلا محل الاتش صفر ستة اكس ما فيش فيها اتش عوض فبتنزل ثلاثة اتش بصفر بتروح صفر زائد اثنين فيش اي وهو المطق اي ستة اكس زائد اثنين ستة اكس زائد اثنين اثبتنا ولا لا اذا قانون التعريف العام يستخدم لإيجاد المشتقات واصلا يا اخوان اصلا 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 اثبتنا اثبات مشتقة الضرب والقسمة بقدر اثبته بتعريف العام وحتشوفوه هظمهم ليه ليه اعطيتكم اياه عشان اثبت فيه بقدر اثبت اي قاعدة من قواعد الاشتخاخ باستخدام التعريف العام اعطيني قاعدة الاشتخاخ بس بايش برميها على هالقانون وببلش العب لعبي اللي لعبتها زيك وبطلع معاي قانون الاشتخاخ اللي اريد اعطيتكم اياه الحصة الماضية جاهز فهمتوا فهمتوا هلا بدأقول لكم شغلة عشان تكونوا بالصورة هلا في الحصص القادمة هتلاقوني ذكرت اشياء هاي الاشياء كانت ايش كانت في المنهات تبقى 2005 فانحذفت يعني مثلا انا كنت معطيكو بصمع كنت مصور النهايات والاتصال مراجعة كاملة كل اشي يعني هاي هاي ولا اشي هاي جنب اللي كنت مصوره اعطيتكم مثلا طرحوا اضافة متغير اعطيتكم اه مرافق جذور اتصال على نقطة كل هذا الراح راح راح كذا بتلاقوني مثلا يعني في الضرب القسمة في اشي في النهايات المفروضة خذتوا بالاول ثانوي اللي هو طرحوا اضافة متغير زي لما مثلا اهجي اقول لك هذا بيهملة لقدام ولا خلص يعني هو انا حاكي عنه بس بدي اأكد لو اجي تقول لك مثلا limit اكس رايحة لواحد حلو اه مثلا اكس في اكس زائد واحد الكل تكعيب حلو ناقص ثمانية اكس هذا كله على اكس ناقص واحد حلو لما تشوف ضرب متغيرات او ضرب اخترانات او الى اخرين في النهايات هذا بفينا في اثبات مشتقة الضرب والقسمة اه بقول لك بتعوض بواحد وبتسيب الثاني وبتطرحه وبنضيبه كيف يعني يعني بعوض بالاكس يدي واحد بخليها هذا ما بعوض فيه بسيبه فواحد ضربها او بيجي الطالب لا بعوض بهذا وبيسيب الاكس واحد زائد واحد اثنين تكعيبها ثمانية في اكس ثمانية اكس وانت حر يعني يا اما بتعوض بالاول فبطلع عندك الناتج اكس زائد واحد الكل تكعيب يا اما بتعوض بالثاني بطلع الناتج ثمانية اكس لك حرية الخيار ان تختار انك بتضيف وبتطرح هذا او بتضيف وبتطرح هذا للبسط فبصير هيك انا بختار مين ما بدي انا بدي اختار الاسهل هذا شكله السهل فبختار طبعا اثنين نفس الاشي لمدة اكس راي على واحد اكس فيه اكس زائد واحد تكعيب ناقص هاض زائد هاض نفسه تمام ناقص اللي كان بالاصل تنسهو شار طبعا هاذا المثال هيك عشوائي يعني هبداوي من عندي على اكس ناقص واحد وبفصل هذول لحال وهذول لحال وبشتغل مش موضوعنا بس هاذا بيعمنا في الضرب والقسمة في النهايات يعني هي مهارة نهايات اكثر تمام يا حبايبي تمام اذن الخلاصة اللي بدي اطلع فيها من هذا الفيديو انه ميل المماس بيساوي المشتق وميل المماس والمشتقة بقدر احسيبهم من خلال قانون التعريف اللي عام للمشتقة كيف جبته جبت خط اسمه قاطع ميله بيساوي دولتا واي دولتا اكس اللي هي متوسط التغير لهو الافرج تمام ظليت اقرب في النقطة اقرب في النقطة اقرب في النقطة لحد ما قلبت تقريبا نقطة واحدة ظليت اصغر اتش اصغر اتش اصغر لحد ما صارت تقترب من الصفر فصار القاطع مماس لانه صار بمس الاقتران في نقطة واحدة وهي مزايا المماس انه يمس في نقطة واحدة نقطة واحدة فقط قطع الاقتران في نقطتين هذا مش مماس هذا قاطع تمام فهذا الفريق بينهم فتحولت فاتطريت استخدم لما اتش تصغر وتقترب من صفة وطلع معاي قانون التعريف العام تمام؟ تمام هيك ما ظل اشي بما انه اخذت الاتصال وراجعته واجعت معنا المشتقة هندسيا ومقاليا ورياضيا وحزابيا ما خلناش طريقة هلأ بدي احكي لكم شو الرابط بينهم بكل سلاسة وبساطة خليكم معنا شكرا